بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم جميعاً نلتقي اليوم مع التعبير الكتابي تعبير الكتابي نتعلم فيه كتابة اللافتة نموذج اللافتة طبعاً تعبير كتابي مهم للصف الثاني الابتدائي وأيضاً للصف الأخرى وكذلك هو يعني بخاصة هو للصف الثاني الابتدائي في الفصل الأدرسي الأول من كتاب الأدوار وكما كلنا قد يصلح لي صفوف أخرى أيضاً يعني لي التعلم بطريقة مبسطة في طريقي وجدت تلك اللافتات طبعاً هذه اللافتات اقرأ ولاحظ اللافتات التاريخ ولكن في البداية نقول طبعاً التعبير الكتابي هو يعتبر منتج نهائي منتج نهائي منتج نهائي يعني بمعنى أن الطفل بيجمع في التعبير الكتابي ده كل اللي يتعلمه سواء مفردات أو الفكر أو النصوص أو الأساليب التركيب اللغوية اللي يتعلمها بيجمعها في التعبير الكتاب لذلك التعبير الكتابي بيأتي فيه في نهاية كل موضوع عشان يعني يضع فيه كل ما تعلم طبعا الهدف منه أيضا هو يستطيع أنه يعبر عن أي شيء طبعا بلغة يعني صحيحة ولغة سليمة طيب تعالوا بنا ننتقل إلى هذه اللافتات ولكن طبعا اللافتة يعني عايزنا بأنها وسيلة مهمة طبعا بنتواصل بها مع الآخرين عايز أوصل رسالة للآخرين بتواصل مع الآخرين من خلال اللافتة إزاي بكتب للشخص الآخر ده أو للناس الآخرين بكتب لهم لافتة عشان ترشدهم إلى شيء أو تحفزهم على شيء أو تحذرهم من شيء ما بالتالي طبعا عشان لافتة تكون صحيحة بتستخدم فيها كلمات مناسبة أنا أقول لك اكتب مثلا موضوع عن الحاجة الفلانية بازا تستخدم كلمة مناسبة لهذا الموضوع كذلك تركيب الجملة زي ما هتلاحظ معي أن تركيب الجملة في اللافتة بيكون جملة يعني بسيطة جملة قصيرة بسي بتصيب الهدف مواشرة يعني واضحة محدد أيضا بنستخدم فيها بعض الأسلوب اللي تعلمناها خلاص؟ زي مثلا أسلوب النهي بنستخدم معاه مثلا لا لإيه نهاية زائد الفعل المضارع زي ما تعلمنا قبل كده لذلك احنا بنقول ده المنتج الليه النهي ولاحظ طبعا لما تكتب اللافتة يكون خطك جميل والكتابة تكون خالية من أي أخطاء طبعا سواء يعني نحوية أو إملائية طبعا اقرأ ولاحظ هذه اللافتات حتى نتعلم شوف اللافتة ديت مكتوب عليها إيه بقى؟ لا تكتب على الجدران لا تكتب على الجدران وترك المكان نظيفا إذا استخدمنا هنا أسلوب النهي وأسلوب الأمر لا تكتب على الجدران وترك المكان نظيفا طبعا هذه هي الجملة الفيدة منها تشجعنا على النظافة والمحافظة على المكان كذلك هنا لفتة أخرى طلب العلم فريضة طلب العلم فريضة هنا ما استخدمش لا فعل أمر ولا فعل إي نهي أو أسليب يعني طلب العلمي فريضة طيب هذه طبعا الجملة أو اللافتة تشجعنا على أهمية طلب العلم أيضا اللافتة أخرى كن واثقا في نفسك أنت تستطيع هنا طبعا تحفيزه وبيحفز تشجعنا على الثقة في النفس إذن تستنتج من ذلك أن اللافتة هي عبارة عن جملة أو عبارة مختصرة زي ما اتفقنا بتكون جملة قصيرة بسيطة مختصرة ترشد أو تحفز أو تحذر أو تنبه على شيء ما زي ما قلنا بترشدنا لشيء أو بتحفزنا على شيء أو بتحذرنا أي من شيء أو بتنبهنا لشيء معين ويجب مراعاة ما يلي عند الكتابة كما قلنا أن يكون المضمون واضحا ومختصرا تدخل فيه الموضوع المباشرة وسهولة الكلمات كلمات تكون سهلة يعني مفهومة الشخص يقرأها يفهمها مش محتاج يرجع للمعجم عشان يشوف معنى الكلمة معنىها إيه طبعا سهولة الكلمات وحسن الخط كما اتفقنا ننتقل إلى النشاط الثاني اقرأ ولاحظ اللافتات ثم أكمل كذلك هنا هو يقول العقل السليم في الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم تحثون طبعا على يعني ممارسة ممارسة الرياضة لابد أن نمارس رياضة ما أقول لك العقل السليم في الجسم السليم طيب عشان جسمك يكون سليم لازم تمارسة الرياضة وأيضا تخلي باقي لازم يعني تناول الطعام الصحي وهكذا طيب بعد ذلك لا تهدر وقتك فيما لا ينفع لا تهدر وقتك فيما لا ينفع باقي لازم تحثون على عدم تضيع عدم تضيع لإيه؟ الوقت كلمة تضيع فاتنينياء طيب تضيع الوقت باقي لازم تخطط لوقتك وتدير الوقت بشكل إيه؟ يعني سليم الماء عايزين بقى نكمل هنا وبقالين الحياة طبعا الجملة مشهورة للماء سره الماء سره الحياتي طبعا تحثون على إيه بقى؟ تحثون على المحافظتي المحافظة على الماء نحن نحافظ على الماء ونرشد استخدام الماء تعالوا بنا يا أصدقائي نواصل الحديث عن اللافتة كتابة اللافتة هذا تدريب أيضا آخر يقول ذهبت إلى مدرستي ذهبت إلى مدرستي فرأيت بعض السلوكيات التي لم تعجبني روح المدرسة وشاف سلوكيات أفعال مش عجبة مثل صديق يسخر من صديقه وصديق لا يتعاون مع أصدقائي يبا شاف أدي إيه دانا إيه أو أعطانا مثلين على السلوكيات التي لم تعجبه صديق بيسخر من صديقه وصديق لا يتعاون مع أصدقائي فكررت أن أكتبا أكتبا لافتتين لأنصح أصدقائي يبا إذن هو شاف موقفين عايزين بقى نكتب لهم إيه لافتتين عشان الأصدقاء يبل كلام للكل بقى أقول في اللافتة الأولى ها هو بقى الصديق بيسخر من صديق يبا عايزا هي أقوله لا تسخر من من إيه من أصدقائك خالي بقى الهمزة هنا بقى على نبرة لس عشان الهمزة هنا مخصور يبا إذن لا تسخر من أصدقائك طيب الجملة ونضع نقطة الجملة الثانية هنا طبعا بيقولي عايزا نصحهم ممكن بقى هنا نصحهم بالأمر هنا نصحتهم بالنهي يبا إذن بأسلوب الأمر أقول له أقول لكل واحد تعاون مع أصدقائك أو تعاون مع الآخرين وهكذا طيب نلاحظ طبعا هنا استخدام كلمات مناسبة خط الجميل وإملأ صحيح هذه الأشياء لابد أن نرعيها طبعا عند كتابة اللافتة طيب بعد ما بتخلص وبتكتب طبعا بطاقة تقيم ذاتي بتقيم نفسك بتقيم إيه نفسك طيب لو أنت ملتزم دائما طبعا دي أعلى درجة بتاخد هنا الأربع إيه الأربع نجوم التزم معظم الوقت هتاخد الأيه الثلاثة لو أقل شوية بتلتزم بعض الوقت يبقى نجمتين وحاول أن نلتزم يبقى تعطي نفسك إيه نجمة واحدة يبقى أنت هنا بتقيم إيه نفسك وخالبك لما تيجي تكتب اللافتة زي ما قلنا لازم نطبق فيها قواعد اللغة كلها اللي تعلمناها استخدم كلمات مناسبة وخطي جميل وإملائي صحيح هنا بقى في النهاية زي ما قلناها تقيم اللافتتين اللي أنت كتبتهم الاتنين دول باستخدام بطاقة الليل تقييم الذاتي دي وطيب لو في أخطاء ولا في أي حاجة بنطلب من الطفل أنه يعيد كتابة اللافتتين مرة أخرى لهم اللي فقدوا طبعا هنا بتشوف بقى بتطبق هل أنت استخدمت الإملائي الصحيح هل خطي جميل هل كلماتي مناسبة لذلك في النهاية يقول لك قعد كتابة اللافتتين في كراستك بعد أن تقدمت واكتسبت مهارات وبهذا أيها الأصدقاء نكون بفضل الله بحمد الله عز وجل نكون قد انتهينا من شرح وحل التدريبات جميع طبعا التدريبات والليه واردة في كتاب الأضواء على الموضوع الأول الموضوع الأول من المحور الأول وفي الفيديو القادم بإذن الله نكون مباشرة الشهري يعني هذا الاختبار على الموضوع الأول الموضوع الأول من المحور الأول عشان بقى تقيم نفسك وطبعا أرجو أن تكون بحل هذا الاختبار تحله بنفسك أولا وبالتالي تراجع معي الحل عشان بقى تشوف بقى إي حلك صحيح ولا إي وتتابع معي وتطعط نفسك لإي الدرجة وتقيم نفسك بنفسك بإذن الله عز وجل تابعوا معي هذا الاختبار وحله بالكامل مع شرحه طبعا نحن نكون بالحل زائد الشرح في كل طبعا الفيديوهات طيب بإذن الله عز وجل ولكن لا تنسوا في النهاية أن تشتركوا في القناة وتفعيلوا زر الجرس حتى يصل إليكم كل جديد باستمرار وأيضا نسعد بمشاركتكم لهذه الفيديوهات والإعجاب بها اعمل شير وعمل لايك في كل فيديو حتى يعني يصل للآخرين وكذلك يستفيدوا منه لا تنسى في النهاية التعليق على هذه الفيديوهات نسعد دائما بالتعليق عليها اكتبوا لنا بعض التعليقات يعني المحفزة والمشجعة لنا للاستمرار شكرا لكم إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته